حالياً نحن نشتغل على الـ Urban Food Systems وحوالنا أن نطلع فكرة جديدة عن كيف نخلو الـ Farming جزء من الـ Urban System بمعنى أن حالياً لدينا مشاكل جداً بالزراعة ومعظم الزراعة تكون في مدن بعيدة عن قرى أو تاون بعيدة عن المدينة فالـ Transputation سيكون مكلف الـ Quality Food اللي هتوصل هتكون أحقل ففكرنا فكرة أن نخلو الـ Urban Farming جزء من الـ Urban Structure لـ Modern City فجبنا بعد طلعنا كن فكرة ودمنا brainstorming فـ Our final idea كانت على الـ Combination بين شيء نشوفه كل يوم وشيء ما بيأخذ مساحة وشيء يكون مفيد لنا فالفكرة كانت أن عندنا شجرة قعدة بالطريق نشوفه يعني أشجر بالطريق وعندنا أعمدة الكهرباء في الشارع نشوفها فعملنا Combination نعمل شيء ممكن تتركب على عمود الضي أو شيء يستغله حاله وممكن يستغله في الزراعة يعني نعمله مثل الأجنحة عليه ونزرع به بعض الفواكه وبعض القدر للناس اللي ممكن يدلها بيكاب وهما مشيين بالشارع حالياً فكرنا بالـ Design ودلنا لعمل الـ Finalization ونفكروا هالياً في الميكانيك ها كيف نبدور عملية تغذية لها النباتات عن طريق الماء والضي بالإضافة إن شو نوع النباتات رح تكون أفضل فنحنا في المحلة الثانية من اختيار شو نوع النباتات الأفضل نوع نباتات ممكن ينزرع بهذه الطريقة وكيف تم عملية الـ Dynamic كيف نتم تغذية؟ مبارح لعند الساعة 12 بالليل يعني هما سكروا على خلاص يعني يطردون أن سكروا علينا هذا السبايس بعد الساعة 8 وقفنا الشغل على الارباك والسيستم وكان صديقنا في الأهل من العراق كان معه فكرة أن عندنا الكاربارن في العراق أصبح عملية تسير كل يوم والناس بير لي بي اتنشن تويت فكيف يخلو الناس تحس بالآلام تابع الناس وكيف يتضامنوا معهم فاختر عليها فانفكر في ايدياز انه كيف نخلي الكوز هذا يتعم على كل الناس وخاصة ان الناس تكون برا لحد يعني الناس مو بالعراق نخلوهم محسوا انه فيه كاربارن بينك حدا وفيها عملية او كيف ممكن يساعدوا الناس ومتضررين عن طريق الدونيشن فهي مور لايب سوشال كوز ففكر انه يمكن نعملوا تويت سكريبينج ناخدو تويت على اي كاربارن بينك يحدث في العراق وفيها عملية حنعملوا اكثر من شغلة حنخلو الناس تحس باللي ساير بالعراق وينكم موبايلة بحيكم واحد من البطانشي الامليمينتيشن للمكراهي ترجمة نانسي قنقر